ودي قصة بكاري جسامة وده واحد من من الاسباب اللي بتخلي واحد يتدايق ويحس انه في اوقات كتيرة جدا احنا عجزين على التعاون مع كتير من الملفات واهمها واصحابها معنا التحكيم الافريقي عموما وبكاري جسامة خصوصا يعني مش محتاجة اقول لحضراتكم سواء على مستوى منتخبات او على مستوى اندية احنا خسرنا كم بطولة وخسرنا كم مباراة بسبب مباشر في القصرة دي كان التحكيم وبكاري جسامة يعني مواقفه كتير جدا وده واحد من الاسباب اللي خليتني اقول في البداية ان الواحد الحقيقة خايف جدا بكر يعني مش مفهوم على الاطلاق هو بكاري جسامة عموما بيوصف بانه الحكم الملاكي الاتحاد الافريقي يعني بقى فيه توجه في اتحاد على مستوى البطولات الخاصة بالاندية او البطولات القرية انك تودي مباراة بدون شبهات هنا بقى الحلفية هنا الحكم المحترف يعني ما يعملش الفيت المستيك او الاخطاء الفادحة المكشوفة اللي تدينه وتسبت عليه الجريمة فاهم عصدي ايه يعني يعني مش غلطة الناس كلها تشوفها وتمسكها عليه لا كلها من تحت التربيزة كلها ضرب تحت الحزام فاولات في توقيت مهم استفزز اللعبين تغتلع الفريق اللي انت عايز تخسره بره مودل او بره تركيز في المباراة تعمل حالة توتر دايما فاولات تتحسب هنا ومتتحسبش هنا رغم انه نفس اللعبة وبالتالي يعني الراجل متمرس بشكل كبير جدا في فكرة انه يتحكم في سير المباراة او في نتيجة المباراة ودي كانت واحدة من علامات الاستفاهم تتكلم على اهم واحدة من اهم ثلاث مطشات في البطولة يعني تتكلم على واحدة مطش من اهم ثلاث مطشات في البطولة ان القابل النهائي الدور قابل النهائي فيما عندك مطشين يطلع منهم طرفين يوصلوا المباراة النهائية فكان من الطبيعي جدا 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 وكان من المنطقي جدا جدا انك تبعد عن اي شبهات في المباراة زيدي وخصوصا لما يكون واحدة او الطرفين الحقيقة فيهم بلد منظمة يعني احنا مش باللعب السنغالي ولا بركينا فاسوا مثلا في مباراة قبل النهائي فنوعا ما لا هيكون فيه ضغط ملعب ولا جمهور ولا دولة منظمة لكن انت بتلعب مع الدولة المنظمة صاحبة الملعب وصاحبة الجمهور واللي الكاف بالتأكيد بالتأكيد يعني يهمه انه هو يرضيها ويسترضيها ويهمه اكتر انه الكاميرا تكون في طرف مباراة النهائية عشان البطولة تظهر بشكل ناجح بدل ما تبقى مباراة ميتة زي ما ماتش مثلا السنغال والجزائر كده لما كان بيتلعب في مصر ما تحسوش نهائي تحسوا مباراة في دور المجموعات فطبيعي جدا 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 انه كان يبقى في حكم معالهوش اي علامة شك يعني ما تديش فرصة لحد ان يشكك في نزاهة الاتحاد الافريقي ومنظومة التحكيم ولكن هاي هات واللي دا اكتر بقى هو عجزك في التعامل مع حاجة زي كده نعرف ان اتحاد المصري اعترض على تعيين بكاني جسامة في المباراة ولكن في النهاية احنا قدام امر واقع هيفرض علينا وفي النهاية بكاني جسامة هو اللي يحكم المباراة زي بالظبط ما كان عندك السنغال موجودة في المنافسة وكان عندك مطش المغرب حكمه سنغالي يعني السنغال طرف معاك في بطولة وهي هتكون معاك طرف كمان في منافسة كاس العالم وبالتالي حضرتك حطت حكم سنغالي لمباراة مصر والمغرب باي عقل وباي منطق ففي علامات استفهام كتيرة جدا ومش محتاجين نرجع لأول لبطولة بقى ونشوف مشوار الكاميرون ونشوف الكوارث التحكمية ونشوف اخطاء تحكيم فاداحة يعني معرفش يعني امتى هنبتدي بقى ننسى المرحلة دي ونفكر او المسؤولين في اتحاد الافريقي كل تفاعل حقيقة لما تولى متسبي الرئاسة الاتحاد الافريقي وكل قال ان الرجل ده جاي يغير مفاهيم ويتطور بنية تحتية ويتطور الناحية التقنية ويتطور ويدي الكوادر اللي في الاتحاد الافريقي ولجان التحكيم والمراقبين ومش عارف ايه واركشوبس ودورات تأهيلية وتدريبية ويسافروا برة ومعايشات وناخد الكرة الافريقية ونطلع لفوق لكن على ارض الواقع ما فيش حاجة تغيرت هو نفس السيستم هو نفس النظام تتغير الاشخاص وتتغير الاسماء ولكن في النهاية كيفية ادارة المنظومة المنهج واحد والكتاب واحد